أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بصائر نستكمل فيها وإياكم حديثنا عن خواطر الرحمن وخواطر الشيطان نخصص هذه الحلقة عن علاقة الإنسان بالشيطان ونتحدث فيها عن أمور أخرى تتعلق بهذه النفس البشرية وكيفية معالجتها ومعالجة أسقامها وأدوائها مع ضيف حلقتنا الدائم الداعي الإسلامي السيد محمد عبد الرحمن السقاف أهلا وسهلا بكم سيدي دعونا نبدأ بمقولة هنا قرأتها للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله يقول إذا وجدت خاطر الشر مصرا على فعل الشر وقد جاءك بعيدة معصية لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى منها فاعلم أن هذا الخاطر استدراج من الله تعالى وهو من أخطر أنواع الخواطر فعود إلى الله تعالى واستغفر واطلب المغفرة علاقة الإنسان بالشيطان وعلاقة الشيطان ببث هذه الخواطر نعم الشيطان هو قدرته الوحيدة في الإنسان هو صناعة الوساوس وهذه الخواطر فهو له نفثات وله وساوس وله كذلك لمه بقلب الإنسان ذكرنا في الحلقة الماضية أنه ينبغي لنا أن نعرف كيف نميز الخواطر وكيف نتعرف على مصادرها وعلى أسبابها حتى يمكن أن نحفظ قلوبنا منها فإن لم نقطع هذه الخواطر من أصلها فأدنى الأحوال أن الإنسان لا يقع فيها أول مسألة أحب أن أنبه إليها وهي فعلا مسألة مهمة ودائما تأتيني دائما أناس يرسلون لي هذا السؤال وفي بعض الدروس يسألني بعض الناس بذلك في هذا الخاطر أنت سألتني هذا السؤال ربما في حلقة الماضية وما أكملنا الجواب هل الخاطر السوء هذا الذي يأتي من الشيطان هل يضر الإنسان أو لا يضر الإنسان وما مستوى هذا الضرر هذا السؤال أجاب عليه أحد العلم بجواب مختصر وهو من أجمل ما مر عليه قال أن خاطر السوء لا يضرك إذا كرهته وفكراهيته كفارته ودواؤه الإعراض عنه خاطر السوء لا يضرك إذا كرهته نعم يعني هكذا يقولون دواؤه الإعراض عنه وكفارته كراهته خواطر السوء مرت عليك كرهتها لكن إذا مر عليك خاطر وأحببته ومشيت مع هذا الخاطر وسبحت فيه يضر قلبك ما يكتب عليك سيئات بس قلبك تعود على هذه الخواطر السيئة وقبلتها أنت أنك تمشي في قلبك وأنها تتردد في فؤادك هذه الخواطر السوء فالإمام الغزالي هذه العبارة التي قرأتها هي جزء من بيان للإمام الغزالي حول أنواع هذه الخواطر نحن قلنا أن الخاطر يميزه الإنسان هل هو خير أو هو شر بثلاث قواعد الشرع والسلف الصالح وميزان النفس بعد ذلك يحتاج الإنسان يعرف الخاطر هو من الشيطان ولا من النفس أو هو من الله خواطر الشر تكون ثلاثة أنواع خواطر الشر من الشيطان وقد تكون من النفس الشيطان ما له دخل فيها مثل رمضان شهر رمضان تصفد الشياطين فالناس نفوسها اللي تشتغل بعدين الثالث أن يكون امتلاء من الله أو عقوبة من الله هذا أن يتوقف عند هذا المعنى إذن جميع الشرور التي تكون في نهار رمضان البعض يعني بالأمس كان يحدثني أحد يقول الشيطان لا تصفد في رمضان فأخبرته أن الحديث واضح صفدت الشياطين ومردت الشياطين تصفد في النا قال طيب والشرور هذه التي نراها إذن هي خواطر نفس نعم فالنفس أخبث من سبعين شيطانا هكذا يقولون النفس عدو من داخلك والشيطان عدو من خارج فدائما اللي من داخلك أخطر عليك من الذي يأتي من الخارج فهو خلاف حقيقة بالنسبة للنص والنص صريح أن الشياطين تصفد في رمضان بعضهم قال أن هذا عام له ما يخصصه أن هناك أن التي تصفد هي مرضة الشياطين أن التي تصفد هي الشياطين الكبيرة ولكن النص الواضح والعلماء يميل إلى الأخذ بعمومي هذا النص لأنه ما يوجد نص آخر ثاني يخصصه إنما التخصيص باجتهادات اجتهادها العلماء إذن نكمل النوع الثلاثة خواطر يأتي من الشيطان كيف تعرف أن هذا خاطر الشر اللي جعلك من الشيطان ولا من النفس خاطر الشيطان لا يكون مصرا لأن الشيطان خناس يذهب بذكر الله إذا وردت عليك خواطر سوء فقلت لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله استغفر الله يذهب هذا الخاطر منك فالشيطان يريد أن يوقعك في الشر بدون إصرار يعني جالك خاطر إنك مثلا تشوف شيء حرام تعوذ بالله من الشيطان الشيطان يجيب له خاطر ثاني إنك تتكلم على فلان يعني يتردد في الخواطر المهم إنه يطيحك في أي حفرة شر والسلام لكن إذا كان هذا الشيء مصر تذكر الله ما يبغي يروح عندك مثل واحد عنده خاطر شر إنه مثلا يفعل شيء حرام وهذا الخاطر قوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله لا إله إلا الله ما فيه النفس مصر إذا الخاطر كان بهذا الإصرار ولا يذهب بذكر الله فهذا الخاطر من النفس ليس من الشيطان وإذا كان الخاطر من النفس معناته علاجه يختلف عن علاج خاطر الشيطان خاطر الشيطان علاجه الذكر النفس تحتاج إلى تزكية إذا أنت شفت نفسك مصرة معناته يبغي لك نفسك هذه تصرفها عن محل هذه المعصية يحتاج لك أنك تهذبها يحتاج لها مجاهدة تكلمنا بحلقة كاملة عن مسألة تزكية النفس وما يتعلق بذلك ونحن يعني ربما في حلقات أو دروس أو شيء من البرامج الأخرى والمشايخ يتكلمون عن كثير من معاني التزكية والحمد لله مشايخ التزكية لا زالوا موجودين فهذا الخاطر الذي يكون من النفس يكون علامته الإصرار وقد يكون عقوبة من الله ليس من النفس خاطر سوء يرد على الإنسان عقوبة من الله كيف عقوبة من الله بسبب معصية الإنسان ما تاب عنها فيبتلى بخواطر السوء بسبب عدم توبته من الفعائل السوء التي فعلها وهذا يأتي فشتعرف متى دائما هذا يأتي للإنسان وهو في محل الخير يعني إنسان يفعل المعاصي ويفعل الذنوب بعدين إذا جاء في وقت صلاة إذا جاء في وقت ليلة قدر إذا جاء في ليلة من ليالي رمضان الناس في تراويح يصلي تأتي عليهم مثلا خواطر السوء هذه خواطر السوء قد تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليحرمك الثواب بسبب عدم أدبك وعدم توبتك وعدم رجعتك إليه سبحانه وتعالى في علاه فعلامة أن الخاطر هذا من الله عقوبة أن يكون عقيبة ما ذكره هنا الإمام الغزالي في العبارة التي ذكرتها لي أن يكون عقيبة أو عقبة معصية لم يتب منها فالله سبحانه وتعالى يبتليه ويعاقبه بخواطر فلذلك علاج هذا النوع من الخواطر هو اللجوء إلى الله والاستغفار والتوبة إليه سبحانه وتعالى في علاه لعلنا والشيء بالشيء يذكر يا سيدي مسألة الخواطر يعني تستدعي بالضرورة الحديث عن الوسواس ووسوسة الشيطان وتطور هذا الوسواس إلى أن يكون مرض من أمراض العصر مرض الوسواس القهري والله سبحانه وتعالى ذكر الوسوسة في أكثر من موضع لعل سورة الناس الجميع يحفظها قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس فهو يعني صفة أو اسم من أسماء الشيطان ما هو الوسواس طبعا الوسواس هذا الذي يأتي به الشيطان كما ذكرنا هو بعث خواطر السوء في القلب والشيطان له مثل الخرطوم على قلب الإنسان طبعا معنوي له مثل الخرطوم ينفث به ويصل به إلى قلب الإنسان في أن يوصل سمومه إليه ولا يتعافى الإنسان منه معافاة كلية إلا بقوة إشراق أنوار الإيمان والمعرفة بالله حتى يكون الإنسان مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الشعيين يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر بسبب قوة الإيمان وأنوار الإيمان تحرق الشيطان قوة النور الشيطان يحترق بالأنوار فما دمت لست من أهل النور القوي وأهل الصدق والإيمان المكين الشيطان جاثم على قلب ابن آدم لا زال يوسوس له طبعا هذه الوسوس التي تتحول إلى أمراض أتكلم عنها ولكن تذكرت مسألة ثم أكمل الكلام عن سؤالك تذكرت نوع من أنواع الوسوس والخواطر الخطيرة وهو خواطر الشر في معرض الخير خواطر الشر؟ في معرض الخير هذه من أخطر أنواع الخواطر التي يستخدمها الشيطان وكذلك قد تأتي من النفس كيف هذه خواطر؟ يعني مثلا الشيطان إذا رأك وأنت في الصلاة عندك همة تريد أن تدخل الصلاة بحضور قلب مع الله يحاول أن يوسوس لك في الصلاة بوساوس الشر يلاقي ما في مجال إيش يسوي؟ يذكرك بالخير يعني أنت ما شاء الله الآن ما في بالك إنك تتصدق أبدا لما دخلت في الصلاة أوه تذكرت أنك تبغى تتصدق وأنك تبغى تقرأ وأنك تبغى تعمل بمجرد أنك تخرج من الصلاة راح منك هذا هذا وساوس كله بس الشيطان يريد أن يسرق منك حضور قلبك مع الله سبحانه وتعالى في علاه يحصل مثل هذا من خواطر الشيطان التي هي خواطر الشر لكنها في معرض الخير إثارة دوافع النفس ونعرات النفس يجعل الإنسان مثلا يسيء إلى فلان من قبل النزعة النفسية وهو يرى أن ذلك من أجل تأديبه لا أنا قصدي أن أدب فلان حظوظ نفس ولكن هو فيه في النهاية حظ لنفسه فالشيطان يستخدم هذا الأسلوب وهناك للشيطان ثلاثة أشياء وساوس وحيل وشباكات كل الكلام الذي مر عن ما يسمى بالوساوس بقي عندنا الحيل وبقي عندنا الشبكات الشيطانية والجواب عن سؤال نكمل بعد هذا الفاصل سيدي الحديث عن الحيل والشبكات الشيطانية الإبليسية حتى يعني يتقيها المشاهدون ويتقيها نحن في حياتنا وإن كان ما ذكرت من النقطة الأخيرة من حظ النفس أحيانا لدخول الشيطان في معرض الخير ووسوة الشر هذا معنى يقع فيه الكثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا أعزائنا المشاهدين فاصل قصير نكمل بعده إبحارنا في بصائر ومسألة الخواطر فاصل تفضلوا بالبقاء معنا عدنا لكم أعزائنا المشاهدين والحديث عن خواطر الرحمن وخواطر الشيطان علاقة الإنسان بالشيطان في معرض هذه الحياة الدنيا نتحدث وإياكم مع ضيف حلقاتنا الدائمة الداعية الإسلامي السيد محمد عبد الرحمن السقاف أهلا وسهلا بكم سيدي قبل الفاصل كنت سألتكم عن معاني الوسواس وكيف يتطور الوسواس إلى مرض الوسواس القهري وهو الحيل الأولى الصنيع الأولى من صناع إبليس ذكرتم أن هناك وسواس وحيل وشبكات فتكملوا الحديث عن الوسواس ثم ننتقل إلى نعم طبعا الوسواس الذي نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة داكم صريح الإيمان أراد بذلك أن يقطع لأن الإنسان إذا استرسل مع الوسواس وخاف خاف من الوسواس وأعطاه أكثر من حجمه تحول إلى مرض وهذه الوساوس أصناف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للوضوء شيطانا يسمى خنزب وأن للوضوء شيطانا يسمى الولهان وأن للصلاة شيطانا يسمى خنزب فحتى فيه تخصصات عند باليس الشياطين عندهم تخصصات في ناس شغالين على صلاتنا في ناس شغالين على وضوءنا في ناس فنه عنده دكتوراه بروفوسور في التفريق بين الأزواج في هذا الشيطان الثاني متخصص فيه كذا الشياطين عندهم تخصصات يعني جامعات أكبر من جامعاتنا يبدو هكذا تخصصات بعد أن إبليس هذا دارسنا دراسة طويلة عريضة من أيام أبونا آدم هو عايشة لليوم فتخيل كم من البشر مروا عليه فدرسنا دراسة تحقيقية وأعمارهم أطول من أعمارنا فعملهم عمل الشيطان فينا كثير فأهم شيء الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقطع نقطع الخاطر هذا لا نجعله يستمر ويسترسل حتى يتحول إلى مرض مثلا الحالات الكثيرة التي تمر عليه بمتسبب الوسائل إنسان عنده وسوسة في الوضوء نعم وهذا كثير كثير جدا بدايته بسبب تعلمه للمعلومة الصحيحة يعني أنا أشوف مثلا وهذا بالواقع أنا عندي طلاب سنين أدرس الطلبة فلما أبدأ أدرس فروض الوضوء أنه لا بد أن تعمم وجهك بالماء ولا بد من جريان الماء الطالب يخرج من الدرس يروح إلى بيته الشيطان فقيه كمان الشيطان عنده فقه فيبدأ الشيطان يستخدم هذا الفقه للوسوسة يستخدم العلم الذي أنت تعلمت إليه ضدك فيبدأ الطالب كان ما شاء الله يتوضى من أحسن ما يكون فلما تعلم يبدأ يغسل وجه أوه يمكن هنا ما دخل بمجرد أنه فيها يمكن ويمكن راح فيها الإنسان لابد أنه يقطع ثلاثة غسلات الإنسان يكتفي بهذه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة غسلات بدعة فيها ضرر على الإنسان إذا غسل أكثر من ثلاثة غسلات فقد جاوز رسول الله فكأنما الإنسان يقول أنا أحرص على وضوء من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا يبدأ المرض ويبدأ الإنسان يسترسل يغسل مرة مرة من المرات واحدة يعني واحد ذكر لواحدة أخته طلب لها الدعاء وصل بها الوسواس أنها تدخل إلى الحمام قبل الظهر يعني تريد تتوضى للظهر تخرج بعد أذان العصر يعني يفوتها الصلاة يعني صارت تاركة للصلاة بسبب أنها تدعي أنها تحرص على أن تتوضى وضوءا صحيحا فهذا وسواس مرضي قهري مثله في الصلاة إنسان يصلي تمام أنا أشوف مثلا بعض الطلاب بعض الطالبات يقرأوا ما شاء الله يصلوا سنين يصلوا حضروا درس من الفقه يقول لك تكبيرة الإحرام لا بد أن تستحذر فيها الصلاة وقال بن حجر كذا وقال الرملي كذا وقال فلان من قال الإمام النووي كذا وأنك لابد أن لا تتلفظ بواو بين لفظ الجلالة الله أكبر فهو أصلا كان يقولها الله أكبر فلما حطينا عنده الفكرة هذه دون أن ننبه للوسواس انتبه من الوسواس يقول الله فتجدوا الآن صنع كان مثلا واحد من مشايخ حفظه الله تعالى يعني هذا من الأشياء التي أعتبرها أنا أخطاء يجعل بعض الطلبة يصلوا إمام فمرة صلي هنا فخلى واحد من الطلبة يصلي إمام فلما أراد الطالب أن يصلي قال له انتبه من تكبيرة الإحرام انتبه من الواو لما بدأ الولد يصلي الله أكبر خربها كلها قال له الشيخ ما في منه عيدها نحن في الصف تعقد هذا الولد فالولد هذا سيدخل عليه الشيطان وسيصير هذا الولد موسوس لما يكبر فينبغي نقطع هذا سنة دينة عبادة واضحة وينبغي على العلماء سيدي ومن في دروس التعليم وعلى حلقات الدرس أن ينبهوا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن حذاري من الوقوع في الوسواس هذا فرق بين من هو معلم ومربي ومن هو معلم ناقل فقط ولكنه ليس عنده حنكة في التربية ويعرف كيف يهذب الناس ويرقيهم في سلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى طبعا من الوساوس القهرية الخطيرة جدا أمور مرتبطة بالاكتئاب أحيانا الإنسان عنده وساوس في الإيمان هذا يحصل يعني في هذا الأسبوعين الماضي عدة نساء اتصلوا عليه عندهم هذه المشكلة أنه أنا خلاص أنا أدخل النار أنا داخل النار داخل هالنار لماذا داخل النار أنا عندي مشكلة أنا ما دي مؤمنة ولا مو مؤمنة أصلا يعني أحيانا يصير عندي شك أحيانا يصير عندي كذا هذا كله وسواس خطير ينبغي للإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة أن يذهب إلى طبيب نفساني لأنه الشيطان وصل إلى مرحلة صار المرض في نفسه حتى الشيطان أصلا خلاص سلم القيادة سلم وخلاص سلم وصلا سلم النفس القيادة هي تعبث نتحدث سيدي عن شبكات إبليس نعم شبكات إبليس وحي الإبليس ذكروا العلماء أن الشيطان عندما يريد أن يمنع الإنسان من عمل صالح يأتيه في ستة مراحل ستة مراحل يمنعه من أن يعمل العمل الصالح مثلا أراد إنسان يتصدق أو أراد إنسان أن يقوم الليل مثلا أنت نويت الليلة إن شاء الله تعالى أنا أريد أن أقوم الليل أقراه لنص جزء القرآن في الصلاة نية مباركة عظيمة هل الشيطان سيتركك هكذا براحتك تسويها؟ لا سيأتيك الشيطان فأول وسواس يأتيك أول حيلة يسويها الشيطان معك أنه يحاول أنه يكسلك وأنك تبطل تصلي أنا ما في داعي سنة الفريضة لو فريضة نعم هذه سنة يعني يكسلك عن العمل ما قدر؟ لا ما شاء الله عندك همة لا 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 لابد يجيب خاطر التسويق طب خليها بكرة من بكرة نبدأ طيب إيش رايك تبدأ من أول ليلة في رمضان؟ طيب إيش رايك تبدأ قيام الليل في العشر أو آخر؟ وبعدين طول عمرك تستمر في قيام الليل؟ طيب إيش رايك من يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ويوم بركة؟ يعني واحد مثلا يوم السبت جاء تهم أنه يتوب إلى الله وأنه يستقيم يجي له الشيطان يقول له خليها الجمعة الجاية أبدأ من يوم الجمعة يوم الجمعة يوم توبة ويوم رحمة طيب إيش رايك؟ أبدأ من مكة روح من مكة لا تسمع هذه كلها خواطر شيطان أجل أجل سوف هذا كلها من الشيطان لكنه طبعا يجيب لك هي على طبق من ذلك ما يقول لك قول سوف لا جيب لك هي مرتبة خليها عشان كده عشان توبة أكبر عشان مكة عشان مدينة يعني يسوي لك خطة كأنه يعني يسوي لك خطة جميلة تحس بنفسك أنك جالس تخطط الآن جاتك توبة توب الآن إن شاء الله أنت في سيارة لا تأجل أي شيء لأن الشيطان إذا تسوفت معناته مسكك إذن هذا المدخل الثاني هذا الثاني الثالث الاستعجال إذا ما قدر لا أنا والله ما فيه اليوم 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 أصلي نص جزء اليوم ما قدر يمنعك يخليك تستعجل خلاص إيش نص جزء سوي كمراكعة خفيفة ربنا يرحمك وقبول إن شاء الله حاصل من الله يا عمي أنت من أمة النبي محمد ويشفع لك والعمل بالمضاعف كل هذا يجيب لك إياها لأنه قلنا لك أن الشيطان فقيه المعلومات الدينية كلها حافظها أكثر منك فيكلها يوسوس لك بها يحضر لك إياها يحضر لك إياها كلها حاضرة موجود للشيطان فيخليك تستعجل يعجلك يعجلك بحيث أنك ما تحضر مع الله سبحانه وتعالى ما في أنت عندك قوة وجالس وتبغى تقرأ يجيب يشتتك كيف يشتتك يقول لك أنت الآن بدأت ركع الله أكبر بدأت تصلي وتبغى تقرأ نص جزء لسه قريت نص صفحة الشيطان يقول لك طيب الآن أنت قلبك وسخ وما عندك حضور مع الله أنت محتاج أول تتوب محتاج تستغفر وقف صلاة أجلس استغفر صلي ركعتين كفاية أنت محتاج استغفار تجي تستغفر يقول لك الصلاة على النبي أفضل شيء تطهر القلوب ومقبولة عند الله العلم يقوله تروح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا قراءة القرآن أفضل للعمال فيخليك الليلة تدور ما أنت داري لا أنت حضرت مع الله بقوة في القرآن ولا في الصلاة عن النبي ولا في الاستغفار ولا في التوبة لأخبطك يشتتك فهذا من صنايع الشيطان هذه كم قلنا؟ الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة الرابعة إذا ما نفعت خلاص أنت مصر وعندك عزيمة قوية يجيب لك خاطر خطير جدا يقول لك وهذا الإمام الغزالي قال هذا أخطر حيلة الشيطان يقول لك إذا كنت سعيدا عند الله فأنت سعيد يا أخي لاش تتعب نفسك الأقدار مقدرة والأمور من الله من يوم خلقك الله إن كنت من أهل الجنة ستدخل الجنة يا عمي وإن كنت من أهل النار داخل النار والله لو تقوم لما تشبع فهذا الخاطر الخطير اللي النبي صلى الله عليه وسلم عالجه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا نتكل يا رسول الله على كتبنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أنا عبد وعلي أن أطيع ربي خالقي وأن أعبده إذا الشيطان جاب لك هذه الحيلة قل له روح أنا أعبده لأنه ربي سبحانه وتعالى هو يكتب لي ما شاء أنا مهمتي أعبده دخلني الجنة دخل النار هذا ليس شغلي ولا شغلك أنا علي أن أمتثل أمره سبحانه وتعالى فهذه من أخطر يحيل الشيطان فإذا ما قدر على هذه الحيلة يحاول أن يدخلك في إفساد العمل أنت مصر على أنك ستعمل خلاص باتعمل وتعمل يدخلك مفسدات العمل ما قدر يقطعك عن فعل العمل يريد يقطع يفسد العمل خليك تصلي لكن يبعث لك خواطر العجب أنا ما أحد قدي اليوم اليوم أكيد اليوم أكيد اليوم سأشوف رؤية صالحة لأن اليوم قلبي طاهر اليوم أنا في حضور مع الله اليوم يعني اليوم أكيد أنه كذا تبدأ ترائي تبدأ تبغى الناس تتعرف عليك تبدأ تعجب هكذا هذه هذه مشاكل وهذا أيضا من أخطر الأمور يعني أمراض القلوب والنفوس طبعا طبعا فهذه حيل الشيطان هذه حيل شيطانية خبيثة والعياذ بالله تعالى شوف الإنسان لو ما فهم هذه الحيل تمر عليه متأكد الآن وأنا أتكلم في هذه الحيل أن اللي يشاهدونه أكيد يقول أوه حصلت معايا صار معايا زي هذه مرة من المرات لأن هكذا شغل الشيطان هذه خطط الشيطان فنحن اليوم قلنا لك إيش الخطط عرفناك خطط الشيطان عشان تنتبه من الشيطان هذه التي تسمى بحية للشيطان شبكات اللي الشيطان يرتبها ترتيب خطير يذكرون لها مثال إذا كان الوقت يسع نذكر هذا المثال بقي معنا دقيقة من الوقت سيدي طيب والكلام بالفعل يعني معكم لا يمل لكن وقت الحلقة بقي الآن دقيقة إلى دقيقة ونسب نعم ممكن أذكر المثال سريعا تذكر المثال أن بنت جميلة كانت مريضة وكان هناك عابد في هذه القرية فجاء الشيطان لأهل هذه البنت وقالوا اذهبوا إلى العابد يقرأ عليها جريجي سمو لا ليس القصة جريج فجاءوا بها يقرأ عليها فرفض فدخلوها البنت إلى عنده وتركوها فوقع عليها واسوس له الشيطان بهذه الخلوة فوقع عليها فقتلها ودفنها حتى لا يعرفوا فأخبر الشيطان أهلها فجاءوا فاكتشفوها فربطوه ليقتلوه فلما جاءوا يقتلوه ظهر له الشيطان قال له أنا اللي وقعتك في المصيبة ذي كلها وأنا اللي أقدر أخرجك منها تبغى أن يخرجك منها قال أيوة قال له تأطئ لي رأسك تأطئ رأسه فأقام عليه الحد وهو متأطئ للشيطان هذا يضربونه مثال للشبكة التي تتسلسل لأن الشيطان يحطك في مطب يصعب عليك أنك تكون منه نسأل الله أن يعافينا من هذا مرحب جميل سيدي أن العبادة جميلة جدا والعبادة معنا راق لكنها لا تكفي يجب أن تقرم بالعلم نعم الشيطان يستطيع على العابد أكثر من ما يستطيع على العالم لا شك لا شك الله يحمينا ويحفظنا من شر الشيطان أن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا فهذا من أجل نعرف عداوة الشيطان لنا وكيف نتخذه عدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أعاذنا الله وإياكم أعزان المشاهدين من خطوات الشيطان هكذا انتهت حلقتنا عن خواطر الرحمن وخواطر الشيطان عن خواطر الخير ومداخل الشر إلى حلقة جديدة من إبحارنا في بصائر نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة